اشتركوا في القناة او هو خبر بالاحرار اكيد كم من سمع على الكارثة اللي صارت مع المقر مع شركة يوتيوب في كاليفورنيا سالفة اليوتيوبر اللي راح هناك وكان معرض ناس للخطر وبعدين اذبحها تروحها فناس وايد على بالها تكلمتان بهالموضوع بشكل تفصيلي اكثر في فيديو كنت قاعدة تقول لنا هو موضوع حساس موجود عندي على القناة انصحك تشوف هذا انت ما انشفته على سالفة ان يوتيوب يمكن انها ما تواكل عليه الفلوس اللي هي طلع عليها من يوتيوب بذات عندنا احنا بعالم العربي ما تقدر انت تعتمد عليها كمدخول اساسي وبعدين شركة يوتيوب غيرت المعايير اللي انت ممكن تطلع من وراها منتائزيشن او فلوس وناس وايد ما عجبها الموضوع وسكرت قناتها وفي ناس وايد وترجمة هذه الشغلة انها كشغلة انصرية او شغلة ضدك انت كشخص معنى هي شغلة كانت بس علشان تعطي منتائزيشن او دافع اكثر حق الناس اللي تصنع محتوى انها ايه تصنع محتوى انا من الناس اللي تضرر منها شيء حق قناة الانجليزية تذكرون قناتي هذه اللي صالي اكثر من سنتين ومنازل فيها شيء وصالي ايميل عليها من شركة يوتيوب قالوا لي اذا انت ما تواكب الشروط اليديدة ما رح ننزلك عليها فلوس وان ما واكبت الشروط اليديدة مقاعد ننزل عليها شيء فما رح ينزل لي عليها فلوس الا لما انا استوفي الشروط اليديدة لحطتها شركة جوجل لانه لازم يكون عندك عدد معين من السبسكرايبرز عدد معين من الساعات والدقائق اللي انت ممكن تطلعها بالشهر من خلال المحتوى اللي انت تصنعك فعامة الشيء اللي صار محزن واتمنى ان هذا الشيء ما يأثر على مثلا الشركات اللي قاعد تسوق مع شركة جوجل عن طريق يوتيوب واتمنى ان احنا عندنا بعالم العربي اذا في احد من شركة يوتيوب قاعد يطالع هذا الفيديو اتمنى ان تهتمون بهذا المنطقة بشكل اكثر من ناحية المردود اللي المصنعين المحتوى يطلعونا اذا تابعونا احنا نتفرغ عشان نطلع محتوى يكون ممتاز ومنصة يوتيوب تاخذ بشكل سيريس اكثر عندنا احنا بعالم العربي الشغلات اكثر من مثلا يوتيوب وغيرا من هاي الشغلات هذي ان نهتموا حق الـ CPM راح تلقون لنا ناس وايد منهم انا منهم ناس وايد انا عرفهم راح نهتم بالمحتوى اللي احنا قاعد نصنعها اكثر لانه راح يكون عندنا وقت ان احنا نتفرغ حق المحتوى لانه تلقى الـ CPM و الـ Oneatization اللي نقدر نحصل من يوتيوب ممكن يسمح لنا احنا نتفرغ هالشي فمرتان اتكلمت انا بهالشي بشكل وايد تفصيلي اكثر اذا انت تشوف الفيديو عن موضوع الحساس تلقى الرابط يكون موجود تحت فالخبر الاول تقني راح تكلم عن بلاك شارك من شركة شاومي تليفون بلاك شارك المفروض يكون اول تليفون من شركة شاومي المفروض ينافس تليفون يعني يكون هو التليفون موجه حق الالعاب علي اخر معالج اكثر للرامات اكبر بطارية و افضل الشاشات والرفرش هيرتز ومعرف ايش فواضح جدا كان من ان انت تنسى تليفون نفس شركة تليزر حق الموجه حق اللاعبين اكيد في شركات راح تنافسك واول شركة راح تمفروض تنافس هي شركة شاومي سناد راجون 845 8 جيجا رام 4 مليمير بطارية شاشة ستة بوس وغيرها من ناحة مواصفات الانت اكيد ستكون قوية علشان تتلعب انها 120 رفرش ريت الهيرتز مال الشاشة ما ندري متى التليفون فعليا راح ينزل بس هذا البراند بلاك الشارك او ير يور الاسود معنات ان الشي راح يكون وانيت قوي وقريب انه ممكن تم الإعلان عنه الخبر الثاني هو عن وون بلس سيكس قاعد تزيد التسريبات مالتها وقاعد نشوف ان الشركة قاعد تواجه صارفة النوتش اول قذلة مالت التليفون ان شكل التليفون راح يشبه لآيفون 10 من ناحية النوتش ووان بلس سيكس قالت انها راح اتخلي المستخدم انه يقدر يشيل النوتش إذا يبي من ناحية السفتوار يقدر يخلي تضليلكم فوق اسود بالنهاية التليفون راح يكون شاشتاء امولاد فما لازم تبين النوتش خير الشر لازم نشوف فعليا نشوف تسريبات الحين انه محتمال يكون اعلان رسميا عن التليفون في تاريخ خمسة خمسة فاقل من شهر ونشوف التليفون شو راح ييه فيه التسريبات قاعد تبين انه عندنا سناد دراجون 845 ليه 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية مرة ثانية و 256 جيجابايت ذاكرة تخزينية والسعر مع التليفون مفروض يكون اغلى من الوان بلس 5T ب 50 دولار امريكي نازم نشوف فعليا ان شون راح يكون التليفون انا من النص الوايد متحمس حق الوان بلس 6 قولي اذا انت بعد كنت متحمس له ولا لا خبر الثالث راح يكون من شركة اونر قاعد نشوف فيه تسريبات حق الانر اونر 10 اللي المفروض يشبه ال P20 برو باستثناء علامة تجارية مالج شركة لايكا على الكاميرا من الخلف نفس اللي شفناه مع الانر 8 يشبه الواوي P9 نفس اللي شفناه مع الانر 9 يشبه الواوي P10 فاكيد الانر 10 راح يشبه الواوي P20 خبر الرابع راح يكون من شركة الجي والالجي جي 7 قاعد يتسرب بشكل وايد كبير ممكن يكون اسمه الجي جي 7 thinq يكون على الارتفشيل انتليجنس او الذكاء الاصطناعي اللي راح يكون مبني على الكاميرا نفس اللي شفناه على ال V30s thinq تم نعلان عنا كان في MWC بس الالجي جي 7 مرة ثانية هم هم راح يحطوا النوتش وبرروا وليش راح يكون في نوتش وقالوا ان النوتش نحتاجه وهذا التصميم وما عرف ايش نفس المبررات تغريبا مع شركة وان بلس راح تلقي كل الشركات الحين اللي راح تحط لك نوتش راح تبرر انه هو لغة تصميم ماشين اللي يجدنام مع انه انا ما اشوفه شيء اتمنى ان ما يصير هالشيء حتى لو شركة واحدة نفس سامسونج او جوجل ما تاخذ هالشيء انا بالنسبة لي يكون هذا احسن تصميم لان النوتش ما انا قادر اتقبله واخر خبر سامسونج اعلنت عن ارباح حمالت سنة 2018 ربع الاول كافضل ارباح حصلتها باستثناء ان المبيعات الاسنان والاسنان بلس يمكن مو الافضل بس للحين ارباح الشركة قاعدت تزيد وقاعدت تضاعف ممكن هذا يكون مبني على انه ملازم تبيع عدد تريفونات كثيركات تبيعها قبل عشان تطلع ارباح كون الاسعار اصلا ارتفعت بس هذا المؤشر سنيم يبين لك ان الشركة قاعد تمشي يمكن على مسار الصح بغض النظر عن شنو الرفيوز يتبين لك من ناحية التريفونات وشن ان شاء الله اللي احنا ممكن نشوفها في المستقبل بس هذا المؤشر وايت سنيم بالنسبة لي لانه لا تنسون سنة الليهاية المفروض يكون منذكره العاشه خلال سامسونج وسيني ساصنغ سرح تسويه الليلة وايدة كبيرة ممكن نشوف اخيرا السامسونج اسا و التليفون اللي انحني اول واحد بالعالم و غيرها من التليفونات ممكن تكون بازلس فعلية حتى اكثر من الاسنان والاسنان بلاس والنوت 8 والس 8 والس 8 البلاس كل تليفونات اللي سوت لك إياها السامسونج وكانت تقول انة اه هي تليفونات بازلس وفعل.. كانت بازلس فهذه كانت أخبارنا اليوم حق هذا الأثنين إن شاء الله أشوفكم الأثنين إياه بأخبار زيادة فبس بسماعي على الطالة الكثور سلامتكم متعيشون أحمد وعركي فمالله الكريم